التقى رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين ممثلي شركات مجرية عاملة بقطعات صناعية متعددة وذلك على هامش مشاركته فعاليات اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة والمقامة في العاصمة المجرية بوداباست خلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أمام منتدى رجال الأعمال المصري المجري عرض الفرص الاستثمارية والقطعات الصناعية المستهدف توطينها في المواني والمناطق الصناعية التباعة للهيئة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والأوروبية خاصة في مجالات تصنيع السيارات والوقود الأخضر